بسم الله الرحمن الرحيم أرواح مان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخصغ الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والغيحان فبأي آلاء غبكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار فبأي آلاء غبكما تكذبان وبأي آلاء غبكما تكذبان موج البحوين يلتقيان بينهما بغسخوا لا يبغيان فبأي آلاء غبكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغجان فبأي آلاء غبكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء غبكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شعر فبأي آلاء غبكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء غبكما تكذبان يا معش والجن والإنس إن استطعتم أن تنفزوا من أقطار من أقطار السماوات والأرض والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فبأي آلاء غبكما تكذبان يرسل عليكما شغاز من نار ونحاس فلا تنتصغان فبأي آلاء غبكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت غوتة كاتهان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عرضا به إنس ولا جان فبأي آلاء غبكما تكذبان يغف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنغاص والأقدام فبأي آلاء غبكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء غبكما تكذبان ولمن خاف مقام غبه جنتان فبأي آلاء غبكما تكذبان زغاة أفنان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيه ما عينا لتجريان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيه ما من كل فاكغة زوجان فبأي آلاء غبكما تكذبان متكئين على غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان كأنهن الياقوت والمغجان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيه ما عينا لتجريان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيهن خيغات حسان فبأي آلاء غبكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء غبكما تكذبان لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان متكئين على وفوف الخضر وعبقري الحسان فبأي آلاء غبكما تكذبان تباوك اسم ربكذ الجلال والإقران تباوك اسم ربكذ الجلال والإقران